اشتركوا في القناة هو الآن في منزلة المقدم موعد بث الحلقة وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا الساعة 8 و16 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني الساعة 11 و16 دقيقة مساء من مساء الليلة هاي بتوقيت الأردن القمر بنتقل وبصير في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا بما أنه القمر موجود في الحوت فها كالمعتاد أنه إحنا جميع الأبراج بدون استثناء شوي بتأثر علينا من صفات برج الحوت بهاي الفترة فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع ما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتذمر منكشف عن متاعبنا للغير نجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا بيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في حبال الغرام أو شوي يطوروا الوضع العاطفي عندهم بوسعنا التأمل والصلاة النجاح في عمل فني مثل الشعر الرسم عيادة المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا فلكية الزاوية الأولى هي زاوية بطيئة راح تكون زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين زحل هاي راح تكون في تمام الساعة 12 و 48 دقيقة ظهرا هي هاي الزاوية مناسبة للاستقرار أو لاستقرار العلاقات العاطفية أو تعزيز العلاقات العاطفية أو المكاشف العاطفية ما بين الأحبة وبرضو تضمن تضمن لك إخلاص المحبوب بالفترة هاي عما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 3 و 4 دقائق عصرا بالتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية التقابل سلبي راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام ساعة 4 و 42 دقيقة بعد العصر بخلق هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منكون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بما أن القمر موجود في الحوت معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الثلاثاء 24 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 9 و 12 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 56 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر اليوم المكتمل المنحسر يعني كان في يوم أمس بدر اليوم أقل من البدر بشوي انحصار المكتمل 15 يوم فيه تمام الساعة 5 و 13 دقيقة بعد العصر بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 24 ثمانية هي الآن منتحسة بنسبة 25% ولكن مع ساعات الظهيرة بترتفع لغاية 60% وبتستمر لغاية ساعات المساء منتحسة بنسبة 60% عطارد في العذراء حتى يوم 38 منتحسة بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثاورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد عشرين اثنين وعشرين منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما ان القمر موجود في الحوت فموليد برج الحمل اليوم رح يشعروا بشوية تعب بنال منكم ما رح تفقدوا رغبتكم او ممكن تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم شوية تحسوا بنوع من انواع الكسل او الطاقة الضعيفة مزاجكم مش رايق ما عندكم رغبة لا اتمام بعض الاعمال الضرورية اهم شي انكم تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري حاولوا انكم تخلدوا للراحة تعتبر هاي الفترة من اضعف واقل ايام الشهر حظا لان القمر في بيت المتاعب اهم شي انك ما تراهن على الحظوظ ابدا حاول انك ما تحسن امر عادة في هاي الاجواء بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب يعني من المتوقع ان يكون في بعض الفوضى او التأخير في بعض الامور او خسارة في بعض الامور فعشان هيك حاولوا اليوم تمشوا بشكل روتيني بكرة مع ساعات ما بعد العصر او المساء القمر رح يكون عندكم فالاجواء رح تتغير لصالحكم وتعوضوا كل اللي فات برج الثور اليوم بتنشطوا بين الاصدقاء اليوم الدعوات الاجتماعية واللقاءات بتجدوا تعاون من بعض الاصدقاء او من بعض المعارف للكم بوسعكم تحقيق امنية بمساعدة احد المعارف او الاصدقاء او تطلب حاجة من شخص يساعدك فيها حاول انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من انواع التحالف رح يكون ما بينك وبين احد الزملاء او الاصدقاء او الجيران اهم اشي انك ما تبقى وحيد في من كل يوم رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة اجتماعية او يسعد بلقاء الاصدقاء يعني الاجواء جيدة اجتماعيا حاولوا تستغلوها وبرضو حاولوا تنجزوا الأعمال المهمة قبل وصور القمر للحمل اليوم الغد لبيت متاعبكم لانه رح تمروا في فترة شوي فيها نوع من انواع صعوبة فالان حاولوا تستغلوا كل الاجواء الايجابية للكم برج الجوزة بيتركز اهتمامكم اليوم حول السمعة او حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا هذا اليوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل او بدهم يعززوا علاقتهم في العمل مع رؤسائهم مع زملائهم يعملوا مصالحة يحاولوا يقدموا افضل النتائج او يحصلوا على تكريم يدموا عمل معين عشان يكرموا عليه فهذا يوم مناسب لهاي الامور بتقدر اليوم تقدم افضل ما لديك لانه ممكن تحقق انجاز او تحرز تقدم اه في بعض المفاجآت بتصير لما القمر بيكون في بيت السمعة طبعا المفاجآت بتكون اما ايجابية او سلبية على حسب نشاطك يعني بمعنى اخر هذا بيت سمعتك يا بتستغلوا لشهرتك بتستغلوا لمنصبك ولا ترفيع او انك بتخالف القوانين وبتجازف وبتتمرد وبتعمل مشاكل فبتخسر كل شيء وبالعكس رح يكون سلبي عليك ويشوه سمعتك المهم انه هاي الفترة عادة تظهر بعض المتاعب اللي بتكون عائلية او شخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسؤولية لانها تعتبر هاي فترة هي دائما بتكون صعبة برج السرطان طبعا بمعنى القمر في البيت التاسع فهذا يوم مناسب لكل شيء له علاقة بخارج البلاد او لاشخاص خارج البلاد او للاجانب او للشيء البعيد بتنجح اليوم في امور الها علاقة بالسفر او تمام اوراق او معاملات الها علاقة بالهجرة او المراسلات برضو ممتازة للاتصالات البعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او تجيكو اخبار مثلا سعيدة من الخارج بشكل مفاجئ بترغبوا في التفاهم مع احبائكم اه الاجواء جيدة اهم اشي انك ما ترتجل للاعمال ولا تستخف بالواجبات لانه الاضواء بتكون عادة مسلط عليك بالفترة هاي اذا عندك امتحان او مقابلة فاليوم مناسب جدا لهاي الامور خصوصا على مستوى الاشخاص اللي بدرسوا جامعة فالفترة هاي جيدة لالهم حاول انك تكون جاهز لتحمل المسئولية فتعتبر هاي الفترة من الفترات المهمة جدا برج الاسد بتعيدوا اليوم تنظيم اموركم المالية المشتركة طبعا الاموال المشتركة هي كل الاموال او الاموال اللي ما بتعود لكم لوحدكم يعني مثلا انت بحاجة لقرض من بنك يعتبر المال للبنك ولكن هو شريكك بالمال مثلا ضريبة بوليس التأمين اموال الزوج او الزوجي فكل الاموال اللي لها علاقة او تحت مسمى المشتركة حتى لو كانت ميراث او كانت امور لها علاقة بالقروض برضو تحت هذا المسمى اليوم الفرصة متاحة لمكسب مصدره شراكة او تعويض ولكن بتكو تنتبهوا لانه صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة لبعض الرعاية بتكو تحاضروا من اهمال نقاط ادارية او قانونية انتوا بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن انه تعالجوا بعض الامور المالية او الارثية او تنشغلوا بتخليص معاملة رسمية اهم اشي الفترة هاي ما ما بتنفع على التذمر ما بتنفع على الشكوة بالعكس بدك تكون جاهز وتستغلها بشكل جيد برج العذرة بتتركز جهودكم اليوم نحو تدعيم شراكاتكم اليوم القمر مقابلك تماما وهاي تعطيك داعم لتعزيز العلافة مع الشركاء شركاء العاطفة شركاء العمل وبرضو فترة مناسبة للتفاهم مع الشركاء مثلا مصالحة او تقارب او التفاهم على مسألة معينة او الرفقة في مكان معين نزهة مثلا تغيير جو ووضع نقاط معينة للحوار هاي ممتازة جدا ولكن المشكلة في هاي الفترة انه عادة بتكون الطاقة عندك ضعيفة فهاي فترة صعبة بتعرضك لمواجهات قانونية او عاطفية بدك تكون حذر من هاي النقاط فحاول انك مات تنتقد الحبيب مهما كانت الظروف برضو الاجواع بتكون فيها نوع من انواع العدائية والنفور والخلاف والتوتر بتكون بتكون حذروا من المشاكل على انواعها حاولوا اذا شعرتوا انه في نوع من انواع الخلاف تنسحبوا خطوة لورا على اساس انه انتوا بتكونوا في اضعف حالاتكم فالحب واللوم رح يوقع عليكم برج الميزان طبعا اليوم القمر صار موجود في البيت السادس وبيت السادس هو مش يعني مش سلبي بالشكل الكامل هو يعني طاقتكم بتبلش تضعف لانه تعتبر في درجات المقابلة يعني بلشتوا السادس والسابع والثامن من الليوت هي مراحل المقابلة وبما انه في الحوت فبلش البيت السادس لا لكم فهو بيركز على العمل وبركز على الصحة فعشان هيك حاولوا انه تنجزوا اعمالكم لانه ممكن تبدأ العمال بتراكم انجزوا ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني مثلا انك تسجل في نادي بدك تبدأ تلعب رياضة ممكن البعض يشتكي من بعض الارهاق بسبب كثرة الضغوط اهم اشي انك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت بدك تراعي ظروفك الصحية اذا شعرت بشيء بدك تراجع الطبيب حاول انك تطلب المساعدة من الزملاء اذا دعت الحاجة خصوصا زملاء العمل يعني تعتبر هاي فترة مهمة بس اهم اشي انك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بتجتازه اليوم بصورة عامة يوم ايجابي القمر الان في البيت الخامس يعني بيت الحظ بيت العاطفة بيت الاحبة بيت الترفيه بيت الهوايات يعني يعتبر هو من اقوى البيوت اللي انت ممكن يتحقق من خلالها انجازات عالية جدا والنشاطات عالية جدا فاليوم هذا يوم ايجابي بيبعث على البهجة على الانشراح على السرور على التوافق على المصالحات بوسعكم اليوم ممارسة نشاط فني اهم اشي انه تحاول انك تصحى باكر تحاول تختلط وتنشط كثير ما تحاول تضيع الفرص من ايدك اليوم تلتهي باشياء مش ضرورية ومش مهمة حضر بشكل جيد لعملك حاول انك ما ترتجل ممكن تطلق مشروع جديد او تطلق ايجابي او اشارة مهمة يعني بمعنى اخر الحضوض كلها ممتازة حتى على مستوى المصالحة او تقرب من الحبيب او الغراميات بمعنى اخر الاجواء جيدة ولكن الحذر من المشاحنات والملاسنات وفتح مواضيع ممكن تثير مشاكل فهيك انت بتخسر كل اللي احنا حكنا برج القوس بتقدروا اليوم او بوسعكم ادخال اي تعديل على مطلوب على مسكنكم القمر الان استقر في البيت الرابع هو بيت العائلة بيت البيت بيت العقارات عشان هيك رح يظل في الاهتمام الاكبر عند موليد برج القوس في الامور الداخلية يعني بيتك اعطال تصليحات ديكور مشتريات مناسبة عائلية امور لها علاقة باحتفال مثلا شخص غائب خارج البلاد برجع او بسافر يعني اي شيء له علاقة بالبيت فيه ممكن ترحال بيت جديد اجار مشتاة تشتري بيت يعني كل الامور اللي اللي الها علاقة بالمسكن والها علاقها بالعائلة فممكن اليوم تدخل اي تعديل مطلوب على هاي الامور لكن بدك تلطف الاجواء تفادي للأزمات لانه اول اشي القمر بشكل زاوي تربيع معاك بعد مرات بجيب شوية مشاكل ممكن اليوم تبدل رأيك حول امر عائلي او مستجد القمر طبعا بيشجعك على تكرار المحاولات وممكن اليوم ترتفع نسبة الحظوظ عندك بشكل كبير إذا ركزت عليها بشكل جيد ولكن الأهم دون خلافات برج الجديد بما أن القمر صار موجود في البيت الثالث يعني هذا يوم ما رح تهدأ وطيرتكم اليوم عندكم نشاط عالي جدا بالحركة بالسفر بالتنقلات بالاتصالات بالنقاشات بالحوارات يعني اليوم يعتبر من الأيام المميزة صحيح أنه بيكون في بعض الإرهاق من كثرة الحركة ولكن إجمالا بيكون في كثير من الإيجابيات لأنه هاي كلها حركة ما بتروح على الفاضي يعني بيكون لها بعض المكاسب فعشان هيك اليوم هذا مناسب حتى لنزهة لصفرة قصيرة لأمور الاتصالات السيارات الأجهزة الإلكترونية على كل هاي الأمور اليوم برضو ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار أو صير نوع من أنواع التعامل معهم أي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات خصوصا المدرسية المشاركة في المؤتمرات والندوات على أنواعها ممكن تنجح في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب أو تسوق لسلعة معينة واليوم تلاقي إقبال عليها وتعوض اللي هي الفترات اللي كانت ضاغطة عليك سابقا برجدله طبعا القمر الآن موجود في بيت المال بيتك الثاني فهذا بيركز على أمور إلها علاقة بالأمور المالية ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال هذا المبلغ ممكن يجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدية ولكن إجمالا هذا الشيء ممكن يدخل تحسين على ميزانيتكم أو إنكم تنظموا أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الدفع يعني تحاول تخلل من الالتزامات أو الأموال المطلوبة منك منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة حاول إنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي بهاي الفترة ممكن تستعيد الثقة بنفسك أكثر ولكن بدك تحاذر من المبالغة بمصروفك وعطاءاتك تحذر من بعض النصابين والمحتالين ما في داعي بالفترة هاي لكفالة أي شخص يعني تكفى الشخص على إنه هو بدي يسترد لك مال أو داين أموال ما بنصح نهائيا موريد برجدله لأنه أول إشي القمر في مكانه بأثر بشكل سلبي واثنين الشمس في البيت الثامن تعطي مخاوف من هاي الأمور إنه حتى إنك تسترد أموالك ممكن تظهر اليوم بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت طبعا اليوم بما إنه القمر صار موجود عندكم واستقر وعطى نوره تقريبا على أغلب موليد برج الحوت فاليوم بتبدأوا فترة إيجابية الفترة هاي بتعيدلكم نشاطكم اللي فقدتوا بالفترة الماضية شوي كانت مرهقة الفترة الماضية اليوم لا بتشعروا بنوع من أنواع الأمل في نوع من أنواع الطاقة في بعض النشاط موجود عندكم ممكن اليوم تقوموا بمبادرة أو بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع لأجواء جيدة لتعزيز معنوياتكم من جديد ممكن تتحمس للمبادرة أو لإدخال تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات إجمالا لأنه مجرد ما القمر يكون عندك وبدو ينتقل على البيت الثاني للمال البيت الثالث تنقلات وسفريات البيت الرابع العائلة البيت الخامس للحظ والعاطفي يعني فترة جاية تقريبا فيها كثير من الأشياء الممتازة بتنتظرك مفاجأة أو خبر صار خلال هذا اليوم ممكن أنه عندك بعض الاستعدادات لمشروع جديد أو لعمل جديد أو لفكرة جديدة برضو هاي مناسبة يعني يعتبر اليوم هذا من أفضل أيام الشهر لأنه بداية مرحلة جديدة رح تغطي كثير من الأشياء اللي فاتتك بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر